بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي أنا أقولكم عبد الرحمن الصابر وإنت أتسمعني الآن على قناة الدليل في اللغة العربية هنتكلم النهاردة عن الدرس قبل الأخير من دروس الأدب العربي سنة ثانية سنة والترمية الثانية هنتكلم عن الشعر الوطني الشعر الإيه الوطني طيب يعني هتتكلم عن إيه عن الشعر الوطني يعني إيه مضمون الكلام مضمون الكلام ان احيانا الانسان لما بيقول كلمات فيها شعر او فيها نثر وبيجذب انتباه الناس وبيحمسهم او ييقسهم او يحبطهم الكلام ليه تأثير على النفس تمام يعني ممكن واحد يتكلمك يؤثر عليك يحبطك تمام وممكن واحد يتكلم معك فيرفع من همتك ويخلي عندك حماس ونشاط هو ده اللي كان بيعمله الشعر الوطني زمان الشعر الوطني كان فيه زمان استعمار كان فيه احتلال انجليزي واستعمار فرنسي تمام فكان فأتى دور الشعر الوطني خلى الناس تتأثر بهذا الشعر تمام فكان ليه دور كبير في الحياة في ذلك الوقت يبه هو ده الموضوع بتاعنا الشعر الوطني لذلك اول سؤال عندنا بيقول ايه بيقول دور كل من الشعر والشعر في حياة الشعوب الشعر كان ليه دور في حياة الشعوب وكذلك ايضا الشعر له دور في حياة الشعوب طيب الشعر كان بيعمل ايه بقى في حيات الشعوب كان يلعب دورا حيويا في تشكيل وجدان الشعوب الاحاسيس بتاعتهم والوجدان بتاعهم كان لي دور اساسي في تشكيل هذا الوجدان الشعر حماسي الناس هتبع حماسية الشعر في يأس الناس هتبع عندها يأس وإحباط الشعر في ترفيه الناس هتبع عندها ترفيه شعبا كان الشعر يلعب دورا اساسيا في وجدان الشعوب طيب طيب الشاعر كان ليه دور كان عنده الإحساس بآلام الأمة وعذابها كان بيحس بآلام الأمة لأن الشاعر دائما بيستقي شعره من المواقف اللي قدامه يعني شاعر عايز يقول حاجة هيعبر عن حاجة هو شايفها هيعبر عن حاجة هو سمعها تمام فكان الشاعر عبارة عن كان عنده الإحساس بآلام الأمة وعذابها تمام طيب يعني ايه كان عنده الإحساس بألام الأم عزبابي يتمثل فيه الموضوع ده كان يسبق الأحداث الجسام بحسه وبصيرته الأحداث الجسامي على الأحداث العظيمة الكبيرة كان بيعرف قبل ما الناس تعرف ليه عنده إحساس عنده بصيرة ودائما العالم أو الشاعر يشعر بما ستقول إليه الأمور أو ما سيترتب على ذلك عارف إيه اللي هيحصل الحاجة دي اللي حصلت هيحصل كذا مين اللي كان بيحس بالإحساس ده الشاعر كان عنده الإحساس بالأمور التي ستحدث بعد ذلك لذلك كان عنده حس وبصيرة يبقى الإحساس بألام الأمة وعذابها كان متمثلا في أنه كان يسبق الأحداث الجسام بحسه وبصيرته يبقى كان يسبق بحسه وبصيرته طيب يشكل الموقف الشعوري تجاه الأحداث التي تشهدها الأوطان كل حدث بيحدث في الوطن كان الشاعر ليه دور كبير في أنه يشكل الإحساس الشعوري بهذا الحدث أو الشعور اللي بيترتب على هذا الحدث كان الشاعر هو المسؤول عن تشكيل هذا الشعور تمام؟ يبقى أنا عندي دلوقتي دور كل من الشاعر والشعر قلنا الشاعر يلعب دورا حيويا في تشكيل وجدان الشعوب طيب الشاعر مش بيختلف كتير عن الشاعر كان يحس بألام الأمة وعذابها عن طريق أنه كان يسبق لأحداث الجسام بحسه وبصيرته وكان يشكل الموقف الشعوري تجاه الأحداث التي تشهدها الأوطان تمام يا شباب؟ تمام ندخل على العنوان الثاني إحنا عندنا العنوان الأول أهو حتطولك في دايرة العنوان الثاني العنوان الثالث العنوان الرابع طيب العنوان الثاني أهمية الشعر الوطني المصري حب نتكلم عن الشعر الوطني المصري إيه أهمية الشعر الوطني المصري كان شغلته إيه؟ أو كان إيه دوره في ذلك الوقت؟ اللي عندي حاجتين الحاجة الأولى إذكاء الثورات يعني إذكاء الثورات؟ يعني إشعال الثورات يعني كان لما يحدث الثورة كان يقف خطيبا أحد خطباء السورة ويلهب حماس الناس ويشعلهم والإنسان على فكرة بيتأثر بالكلام لذلك قيل إن من البيان لسحرة البيان يعني الكلام والشعر يسحر الإنسان أحيانا تجلس أمام خطيب فيسحرك بهذا الكلام يجدد فيك معاني عظيمة بكلامه وتجلس أمام آخر لا تتأثر إيه السبب؟ أن هذا الخطيب عنده من البيان والفصاحة والأسلوب اللي بيأثر به على الناس فكان دور الشعر الوطن المصري في ذلك الوقت إذكاء الثورات يعني إشعالها تأثير على الناس بإشعال هذه الثورات رقم اتنين إلهاب حماس الجماهير للمطالبة بالحرية والحياة الكريمة للأوطال يبقى عندي حاجتين إذكاء الثورات إلهاب حماس الجماهير ليه؟ يلهب حماسهم للمطالبة بالحرية بقوي المعيشة الكريمة وتحرير الأوطال يبقى دور الشعر الوطني المصري في ذلك الوقت طيب ندخل على العنوان الثالث القضايا التي كانت يتناولها الشعر الوطني يعني أنت قاعدت تقول دلوقتي بيشعل حماس الناس وبيلهب حماسهم ويشعلوا السورات طب كان بيتناول إيه؟ إيه القضايا اللي كان بيتحدث فيها الشعر الوطني في ذلك الوقت؟ طبعا عندنا أول واحد أول حاجة التحرر من الاستعمار رقم اثنين الدفاع عن الأوطان التحرر عن الاستعمار والتحرر من الاستعمار والدفاع عن الأوطان فيهم نفس المعنى بذل نفس من أجل الوطن فضح جرائم المستعمر تمجيد البطولات توضيح قيمة الحرية والعدل والمساواة والعمل والبناء بالنسبة للأوطان تحس أن كلهم بيدوروا حوالين إيه؟ تحس أن كلهم بيدوروا حوالين كان فيه استعمار وكان فيه ثورات وكان فيه مقاومة للمستعمر والدفاع عن الأوطان لذلك بص الستة دول تحرم من الاستعمار دفاع عن الأوطان بذن النفس من أجل الوطن فضح جرائم المستعمر تمجيد البطولات توضيح قيمة الحرية والعدل والمساواة والبناء بالنسبة للأوطان كلهم تحس أنهم بيصبوا في مكان واحد لأن كان هو ده الوضع اللي كان موجود في ذلك الوقت لذلك الشعر الوطني ليه دور كبير في الحياة في ذلك الوقت طيب تمام خدنا كده العنوان التالت العنوان الرابع أبرز رواد الشعر الوطني طيب أنت قلت لنا الشعر الوطني ودوره وشكله والقضايا اللي بيتناولها مين بقى اللي كان شغال في المجال ده أو مين اللي كان بيتكلم في ذلك الوقت عندنا أبرز رواد الشعر الوطني أنا أسمهم لقسمين في منهم تبع شعراء العصر الحديث وفي شعراء العصر المعاصر إيه الفرق بين شعراء العصر الحديث وشعراء العصر المعاصر العصر الحديث العصر الحديث أتى أولا بيسمى من وقت لوقت اسمه ده العصر الحديث تمام يعني نحن دلوقتي مثلا بنقول ,عاصر الحديث , العاصر الحديث ده من كم سنه من أكثر من خمسين سنه، تمام يعني نحن بالوقتي في 2022 ممكن مثلا العاصر الحديث ألفanych كان 1950 1930 1920 كله ده بيدخل فين ؟ يدخل في العاصر الحديث تمام طيب أي حدة هتقوله العاصر الحديث هتبادر الى ذهن العاصر اللي احنا عايشين فيه العصر اللي احنا عايشين فيه يسمه العاصر المعاصر لكن حقبة التاريخية اللي كان عايش فيها أحمد شوقي ومحمود سامي البارودي وحافظ إبراهيم الشعراء اللي هم المعروفين دول كانوا اسموا العصر الحديث خلاص هو اسموا العصر الحديث لذلك احنا هنقول أبرز رواد الشعر الوطني مين هم أبرز رواد الشعر الوطني هنقول مجموعة من اللي كانوا عايشين في العصر الحديث ونقول مجموعة من اللي عايشين في العصر المعاصر اللي هم قريبين جدا طيب العصر الحديث كان عندنا البرودي وأحمد شوقي طبعا محمود سامي البرودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم أشهر ثلاثة وعندنا محمد عبد المطلب وأبو القاسم الشابي دول أشهر رواد الشعر الوطني في العصر الحديث طيب بالنسبة لي رواد الشعر الوطني أو شعراء الشعر الوطني في العصر المعاصر في الأيام اللي احنا عايشين فيها وبرضه المعاصر جزء من الحديث نازك الملائكة يعني زيقولك أن الحديث دول الأول ودول اللجومة بعدهم نازك الملائكة بدر شاكر السياب صلاح عبد الصبور تمام أمل دنقل نزار قباني محمود درويش فاروق شوشة محمد إبراهيم أبو سنة فاروق جويدة في ناس منهم عايشة وفي ناس منهم توفاهم الله سبحانه وتعالى ودول كانوا شعراء العصر المعاصر اللي كان لهم دور كبير في الشعر الوطني بكده نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة تبقى لنا حلقة واحدة في الأدب بالنسبة للترمي التانية السنوي كده احنا خلصنا دروس الأدب فضلنا درس واحد بس فقط اللي هو بيتحدث عن المقال تمام يبقى كده خلصنا النحو خلصنا البلاغة وخلصنا الأدب يبقى فضلنا حصة واحدة بس الأدب حصة سريعة برضو أنا مش بحب أن أطول حصة الأدب عشان تبقى الدنيا بسيطة يعني وتاخد كل درس وتحل عليه يعني احنا ماشيون بترتيب الكتب ان شاء الله الفترة اللي جاية هنبدأ مراجعات هنبدأ بمراجع على النحو بعد كده البلاغة وهنحاول نحل الامتحانات الناس اللي بتطلب مني الناس اللي بتطلب مني أن أنا أرجع لهم حل كتير مفيش وقت يعني لو أنا مردتش على حد ميزعلش مني لأن فعلا حقيقة مش مفيش وقت كافي أن أنا مثلا أبص على قطعة قراءة متحررة أو نصوص متحررة الوضع بيبقى صعب جدا تمام فاحنا ان شاء الله بإذن الله هنبقى مع بعض بإذن الله في المراجعات لو أنت عايزة توصل معها توصل معها من خلال الواطس أو من خلال جروب الفيس أستاذ عبد الرحمن الصابر بن قسين الدليل في اللغة العربية دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته